نروح بقى للمتحدث الرسمي كوناتي لنادي أستاذ عبد جان واللي الفريق جيم بارح الصبح يا جماعة استعدادا لمباراة أفريقيا طبعا والنادي الأهلي في الافتتاحية بتاع دور المجموعات وله تقام بإذن الله يوم الثلاث اللي جاي قال احنا بنستعد بشكل جيد لمواجهة النادي الأهلي سنحاول أن نبقى هادئين في مباراةنا أمام بطل أفريقيا ونلعب كرة هادئة لكن أنا أتم الجاهزية وأثق في لعيبة فريقنا لا شك أننا نعلم قيمة الأهلي الكبيرة جدا لديهم جمهور متحمس ويظهرون بشكل قوي في المناسبات الهم بملعب استاذ القاهرة تبعنا مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري قدموا مباراة كبيرة وكان هناك سوء توفيق يواجه الفريق منعوا من تسجيل الأهداف هو بقى بيقول سنجعل الأمر صعبا على بطل أفريقيا في مباراةنا أمامهم سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى نتيجة جيدة 54 سنة منذ آخر ظهور لفريقنا في دوري أبطال أفريقيا عدنا هذه النسخة والفريق فيه لعبين متمرسين والعديد منهم شارك في هذه المنافسة من قبل نطمح أن نذهب إلى أبعد ما يمكن في هذه المنافسة القرية الكبيرة هذا العام ونصد في قدرتنا على ذلك ولكن هدفنا التأهل للدور المقبل أولا وبعدها سننتظر إلى مدى سنستطيع الوصول فيه إلى أي مدى سنستطيع الوصول فيه البطولة مجموعتنا صعبة بخلاف الأهلي هناك أيضا شباب بلوزداد وأورلاندو بايرتس نؤمن بحظوظنا بكل تأكيد وجهة ذلك قدرتنا على التأهل نمتلك فريق عظيم نمتلك فريق عظيم وقدرتنا الفنية رائعة وسوف نوزبت ذلك على أرضية الميدان كلام كبير قوي من كونتيه لكن النادي الأهلي هتمنى أنه يبتدي دوري المجموعات بصورة جيدة النادي الأهلي ساعات كتير قوي بيبتدي بصورة مش حلوة وبعد كده بيعلى مع توالي المباريات نتمنى التوفيق للأندال مصرية سواء بيراميز الأهلي وبراميز طبعا في دور الأبطال والزمالك والمصري في الكونفادرالية بإذن الله